ضربة قاسمة للتنظيمات الإرهابية والمتعاونين معها في سيناء حيث تمكنت عنقل المعلومات بين التنظيمات الإرهابية بسيناء والعناصر الهدي برفح عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية عملياتها الأمنية لمحاصرة الخلايا القضاء عليها بشمال ووسط سيناء حيث قامت الدوريات المقاتلة التابعة للجيش الثاني الميداني من العناصر الميكانيكية والمدرعة مدعومة بهليكوبتر مسلح ووحدات من الأمن المركزي بمداهمة وتفتيش عدد من القرى والمناطق الجبالية بالعريش والشيخ زويد ورفح وقد أسفرت المداهمات التي تمت على مدار الأيام الماضية عن قتل وتصفية عدد من العناصر الإرهابية من المشاركين في العمليات الإرهابية الأخيرة التي استطعتها